اشتركوا في القناة السيارات لا تزال تقبع داخل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد منذ سنة 2017 وهو ما يكشف عن تناقضات وحية لتمريرها للسوق ويدفع بعض مستوردي السيارات رسوم لا تتجاوز الا 20 الف دينار اللي هي الجملين سنتيم مستعينين برخص المجاهدين وذوي الحقوق في اطار امتيازات ممنوحة لهذه الفئة وهو ما يعفيهم من تسديد الرسوم الجمركية الباهضة مع العلم ان الرخص المجاهدين تسمح بالاعفاء من الرسوم فقط للمركبات التي لا يتجاوز قوة محركها 1.8 لتر للبنزين و2 لتر للمازوت وتكشف اجراءات البيع والشراء على مستوى هذه الوكالات عن تجاوزات بالجملة للتهرب من الرسوم الجمركية من شأنها ان تضخ المليارات في الخزينة الدولة خاصة ان المركبات المستوردة في اطار رخص المجاهدين ممنوعة من اعادة البيع او التنازل الا في غضون ثلاثة سنوات من اقتنائها والشعب الجزائري رمحطار هذا الرخص المجاهدين دارت هالدولة باستفد من هالمجاهد ولكن المجاهد ما عنده ما يدير بها وره يعود لها البيع والمستفيد الاول والاخير هما السماصرة وهذا الرخص المجاهدين ره تخسر الخزينة العمومية اموال طائلة ما بين 300 و 600 مليون سنتيم للرخصة الواحدة الشعب يطالب من سلطات العليا ايقاف الرخص المجاهدين نهائيا وفي اقرب وقت ممكن وتغيير الرخصة بمقدار من المال على سبيل المثال 50 او 60 مليون سنتيم كما ره يبيع الرخصة للصماصرة لان هذه الرخصة مهزلة ومسخرة وليست في مصلحة لا الخزينة العمومية ولا المجاهد ولا المواطن الجزائري والاغنياء واصحاب الاموال اللي حابين يشروا سيارات فاخرة خلصوا الرسم الجمركية ودخل حتى طيارة ربي يزيدك ولكن الشعب الجزائري ره يشوف التناقض في اصحاب الاموال يهو غاني يهو يظل يجرم الرخصة المجاهدين بهم يخلص الرسوم الجمركية اللهم ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا دمتم في رعاية الله وحفظه سلام